بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء سنة رابعة متوسط أهلا بكم ومرحبا بكم لقناتكم للرياضيات اليوم جبت لكم نموذج للاختبار الأول أو ممكن تستعملوه للفرض الثاني هذا اللي هاي جاي إن شاء الله واللي يتمنى النجاح لكل أبنائنا الأعزاء إذن جبت لكم هذا النموذج فيه سلسلة من التمرينات له خمسة التمرينات وهي مهمة للمراجعة يعني تقريبا دروس كامل اللي قريتوهم من بداية سبتمبر إذن رح نعرض عليكم تمرين تمرين إذن لمن يريد الحل يحاول فيه ما رحش ننزل الحل مباشرة رح نستنى تعليقاتكم وتفاعلكم لهذا النموذج إلى أعجبكم أي تمرين جاكم صعب ما عليكم إلا أن تكتبوا لي تعليقات وطلبوا مني أي تمرين تحبوه جاكم صعب لأني كما يعني أعلم أن تمرينت في متناول الجامع ولكن هي مراجعة جيدة للفرض الثاني المقبل أو للاختبار إن شاء الله إذن إليكم هذه التمرينة رح نقرأها لكم تمرين تمرين إذن التمرين الأول يقول أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 4368 و2548 سؤال ثاني أكتب العدد A على شكل كسر غير قابل الإختزال إذن ما عليكم إلا أن تختزلوا وتكتبوا أخيرا الكسر على شكل آخر كسر لا يقبل الإختزال التمرين الثاني يقول أكتب العبارة الآتية على شكل A جذر B حيث A عدد صحيح نسبي وبأصغر عدد طبيع ممكن ننتبهوا لهذه المعلومات هي مهمة جدا كي يقولكم A عدد صحيح نسبي وبأصغر عدد طبيعي يعني ما يقدرش يكون عدد سالم أما هنا ممكن يكون عدد سالم إذن B عبارة B هي كالتالية جذر 12 ناقص جذر 300 زائد 2 جذر 27 عبارة C هي 3 جذر 2 في 1 ناقص جذر 2 زائد جذر 8 في 2 زائد 3 جذر 2 ناقص 6 أما D هي الكسر جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 ناقص 3 جودة نفتح القوس جذر 12 زائد 1 نغلق القوس أما التمرين الثالث عليه نقطتين طبعا درت التلقيق إذن يقول بين صيحة المساواة الآتية إذن عندك جهة اليسرى هل تساوي الجهة يمنى الجهة اليسرى تكتب على شكل A زي بيل كل مربع في A ناقص بيل كل مربع تساوي A في بيل هنا ما عليكم إلا التحقق من صحة المساواة يعني الطرف هذا يساوي الطرف هذا ثم يقول مستطيل يزيد طوله عن عرضه بـ 7 سنتيمتر يعني الطول يساوي العرض زائد 7 سنتيمتر ومساحته هي 5880 أفوال مساحته هي 580 سنتيمتر مربع مستخدماً المساواة أعلى أين هي المساواة؟ المساواة لبرنهتوها من قبل يعني هذه المساواة A زي بيل كل مربع ناقص A ناقص بيل كل مربع تساوي أربعة زائد أربعة في A في بيل إذن باستخدام هذه المساواة إذن عندك سؤالين استنتج طول نصف محيط المستطيل ثم بيّن أن طول قطر المستطيل هو عدد طبيعي يطلب تعيينه التمرين الرابع عليه أيضاً نقطتين ونشر وبسط العبارة التالية ممكن تقولوا لي ما لم تدرسناش للنشر والتبسط ولكن تبهوا معي هي عمليات بسيطة يستعملوا المتطابقات الشهيرة في النشر والتبسط هذا الحد يعني 2 زائد ثلاثة جذر ثلاثة أو تكتبوا هذا على شكل 2 زائد جذر ثلاثة في 2 زائد جذر ثلاثة يعني هذا العدد مضرب في نفسه مام إذا ما قررتوش المتطابقات الشهيرة واش تديرو تكتبوا 2 زائد جذر ثلاثة في 2 زائد جذر ثلاثة ثم تنشره ثم يقول استنتج حل المعادلة X مربع ناقص 31 تساوي 12 جذر ثلاثة مع كتابة الحل على شكل A زائد B جذر C التمرين الخامس عليه ثلاثة نقاط ونشر وبسط العبارة جذر 5 ناقص 6 لكل مربع إذا نفس الشيء إذا ما درستوش المتطابقات الشهيرة ديرو فقط هذا جذر 5 زائد ناقص 6 مضرب في نفسه جذر 5 ناقص 6 إذن هذه كبداية للسؤال الثمارين الخامس ثم يقول ABC مثلث قائم في A وحدة طول هي سنتيمتر حيث AC الطول AC يساوي 2 جذر 2 ممكن زيد سنتيمتر الوحدة ضرورية وBC هو 3 جذر 5 ناقص 2 سنتيمتر ثم احسب الطول AB واكتبه على شكل A زي جذر B انتبه يريد أنه ينبهك أن الطول عدد موجب هنا فقط مساعدة قليلة هنا استعمل القيمة المطلقة لأن جذر X مربع تساوي القيمة المطلقة لX نكتبها لكم إذن كتبت لكم جذر X مربع تساوي القيمة المطلقة لX لأنك ينديروا جذر عدد انتبهوا دائما ما يساويش نفس العدد اللي داخل يعني X هذا إذا كان X موجب أما إذا كان X سالي برح نسبقه بإشارة ناقص هذه كمساعدة فقط ثم أعطي القيمة المضبوطة لضلة الزاوية B طنجنت B واكتبها على شكل M جذر 2 زائد N جذر 10 حيث N و M عددان ناطقا السؤال الأخير أعطي المدور إلى الوحدة لقيس الزاوية B إذن هذا هو كل التمرينات هي تمرينات جيدة للمراجعة حاولوا تحلوا فيها إذن عليكم عليها التنقيط تشوفوا شها لجيبوه ممكن نقطروا حكم إذا جاكم أي تمرينا صعب ما عليكم إلا أن تكتبوه لي في التعليقات وأنا إن شاء الله نخير التمرينات اللي جاتكم صعبة ونحلوها مع بعض إذن في الأخير أتمنى لكم التوفيق إذن ما عليكم إلا التركيز يعني ما هوش صعب ولكن صدقوني كيتركزوا في الحل وديروا خطوة بخطوة إن شاء الله راح تصلوا إلى النتيجة الجيدة وأظن أنها مراجعة جيدة للفرض أو الإختبار إن شاء الله اللي راح جاي إذن في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم وأستودعكم الله